بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نأخذ بارت 2 من شابتر 3 من مادة ثلمو فيزيكال كيميستري اليوم سنحكي عن الانيرجي ترانسفير باوورك كل حكينا سيكون على الوورك نحن مهتمين كثير وهذا الشابتر يهتم بالوورك بشكل عام بحكي لي إذا انت في عندك نحن نعرف ان الوورك ممكن انه يكون فيه هيت هيت داخل هيت طالع بس اذا ما كان هيت راح يكون في عنا وورك طبعا الهيت والوورك معظم الاجهزة اللي نستخدمها مثلا بدخل هيت على السيستم بيطلع علي مثلا وورك وممكن العكس يدخل الوورك ويطلع علي مثلا ايش الهيت فبالتالي نشوف شو تعريف الوورك الوورك اولي شي الوورك كلنا بنعرف قانون الوورك اللي هو الفورس ضرب من دستانس اكس واحد لا اكس اثنين بتكامل تمام يعني ف في دي اكس الفورس بتظلها يعني كونستانت بس المسافة هي اللي بتختلف انا بأثر بفورس على جسم اوكي هذا الجسم راح يتحرك مسافة راح تكون المسافة اسمها دي اكس تمام؟ انت لما تكمل دي اكس راح تطلع لك اكس واحد وعندك اكس اثنين يعني مش كلها معلومات يعني قديمة تمام؟ فبالتالي من اكس واحد لا اكس اثنين انت لما تضرب الفورس بالدستانس اللي تحركها الجسم انت هيك بتكون تطلعت ايش الوورك اوكي؟ لما احنا نحكي عن اوه تمام؟ منكون قصدنا انه الوورك على ماس زي ما حكينا انا حكيت باكثر من فيديو انه ايشي سبيسيفيك يابيكون مخصوم على ماس يابيكون مخصوم على مولس اوكي؟ اوكي؟ طبعا في تعريف للباور اللي هي القدرة اوكي؟ الباور بس ربنا الله اللي هو الوورك على تايم اوكي؟ يعني كان عندنا كيلو جول الوحدة صارت كيلو جول على سكند اللي هو نفسه ايش كيلو وات يعني اذا شفت بالامتحان ايشي وات كيلو وات اوكي؟ هذا بيكون ايش اللي هي الباور اللي هو الوورك على التايم اوكي؟ لحتى انا قاعد من السبن نعطي تعريفات ويعني ما في اشي كثير جديد اوكي؟ طبعا زي ما هان انت شايف الوورك وهنا ريت اوف وورك شو فرقة الوورك والريت اوف وورك انو فيه نقطة وهي النقطة حكينا انها بتمثلي الريت وكي؟ معادت انها مقسومة معا يونت تايم بس احنا منعرف انه الوورك على تايم البعضينا شو الباور اوكي؟ بالتالي يعني ما في اشي كثير جديد بهاي بهاي الصفحة اوكي؟ الالسبيسي فيك وورك بيكون يعني العادي الوورك مقسوم على يونت ماس. هذا كثير مهم انت هسه لازم تسمع منيح وتركز اوكي. في اشي احنا نسميه فورمال ساين كونفنشن. شو يعني؟ يعني الورك حسب اذا انه داخل او طالع من السيستم والهيت حسب اذا داخل او طالع من السيستم راح يكون فيه له تمام اشي اسمه نسميه ساين كونفنشن. اللي هو احنا بنعطيه يعني بنعطيه ساين موجب او سالب. تمام بحيف يحكي لي انه هل هذا السيستم تم تأثير عليه بوارك ولا السيستم نفسه انه هو اللي اثر بوارك فمتع لي كيف? يعني يعني متلا هنا في عندك سيستم. اذا إذا السيستم طلع منه اه هيت. اذا السيستم طلع هيت ع эффIVE س winds. راح نحكي انه هذا الكيو راح يكون شو ما له سالب يعني انت بالاجوبة او قد تروح تشوف لاجوبة مثلا بالامتحان او الجواب النهائي اللي انت لم تكتبه عادي يعني انت بتتعامل معه كأنه قيمة positive بس من النهاية بتجواب الأخير تروح تضط له هذا السالب ليش سالب؟ لانه هذا Qout مش Qn لما تكون الهيت داخل على السيستم تمام يعني انت سخنت مثلا سخنت تمام؟ اللي رح يصير انه الـ Q رح تكون n يعني انت دخلت heat على السيستم فبالتالي رح يكون الهيت قيمته positive الwork العكس تماما اذا كان work in تمام؟ اذا كان work in يعني احنا دخلنا work a system رح يكون سالب اذا كان work out رح يكون موجب يعني خلينا نكتبها جمبها Qn رح يكون موجب Qout رح يكون سالب الـ Qn رح يكون سالب الـ Qout رح يكون موجب عكس بعض يعني الهيت والwork هاي بحكي لك الـ positive بنحكي في حالة الهيت ترانسفير to a system يعني على السيستم ها to the system هذا to the system to the system and work done by a system work done by a system يعني system أعطاني شو work خلينا نكبر شوي صغير للسلايد بالتالي هذا الـ work out رح يكون positive و negative رح يكون العكس خلينا نكمل هانا بحكي لك انه هانا بحكي لك انه هانا بحكي لك انه الـ work والهيت بعتمدا على path functions ok path functions يعني بعتمدا على الطريق اللي انت مشيت فيها ok يعني انت مشيت من واحد الاثنين بهاي الطريقة او مشيت من واحد الاثنين بهاي الطريقة اكيد رح يكون فيه اختلاف بين process a وبين process b كيف يعني؟ يعني انت هسا مثلا لما تروح بدك تروح على الجامعة روحت على الزرقة بعدين روحت على مثلا انت تساكن بعمان روحت على الزرقة بعدين رجعت على الجامعة ما رحت يعني تبذل نفس الـ work من لما انك تتحرك من عمان للجامعة دائريكت تمام؟ فهذا اللي هو بحاولي حكي لك انه path functions ما فيه اشي يعني كثير كثير مهم اوك الـ electrical work كنا بنعرف انه او فيه اشي اسمه electrical power اوك و electrical power تمام؟ رمزها WE تمام؟ رح تكون V تمام؟ اللي هو فرق الجهد ضرب ايش؟ ضرب الـ current اوك انت كيف ممكن انك تفهم يعني هذا الموضوع انه هنا مثلا فيه عندك تيار تمام؟ هنا فيه عندك resistance مقاومة هنا فيه عندك فرق 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 جهد يعني و potential difference and current change with time تمام؟ لما لما current يختلف مع الزمن والV يختلف مع الزمن تمام؟ سيصير فيه عندنا انه VI ضرب الزمن اوك VI ضرب الزمن رح يروح يعطيك ايش اسمه Work حتى اذا بتلاحظ هنا Work. معناته ايش مقسوم على زمن على time اوك يعني هذا Work بدون هاي النقطة يعني اعتبر انها مش موجودة Work على time اللي هي نفسها الW. التي بتضربها ضرب تبادله بيسال عندك ايش VIT VIT هاي رح تعطينا هاي رح تعطينا يعني V ضرب I تمام؟ V ضرب I رح تعطيك ما اسمه؟ يعني Power بما معناه؟ ليش؟ لانه هي Work على time ونحن حكينا Work على time اللي هو بحدته كيلوجول لكل سكند والكيلوجول لكل سكند اللي هو الباور هاي رح تعطيك مثلا شيء اسمه كيلو وات اوك ما شفت عليها تطبيقات كثير ما شفت عليها حل أسئل كثير يعني بس يعني خلي خلي ببانك يعني احفظ القوانين خليك على علم بالقوانين ما بتعرف يعني جيب لك سؤال ضع دائرة يسالك بالقوانين ما بتعرف يعني بس انه مش رح نتعمق يعني كثير فيه اوك الShaft Work الShaft Work الشباب كلمة shaft تمام؟ هو زي equipment تمام؟ زي equipment هاي شكلو اوك بتكون عبارة عن زي اسطوانة مربوطة بزي عمود اوك هاي لما تتحرك لما تتحرك تتجنرات انرجي تمام؟ بتتسوي لي طاقة اوه كيف يعني هاي ممكن يستخدموها مثلا بالتربينز اللي قدام رح نشوف مثلا بالتربينز كيف يستخدموها اوه مثلا داخل السيارات المحركات يعني اللي جوه السيارة والمتور والاخري فيها شافت اوك هاي الشافتات لما تتحرك بتحرك اشي ثاني معها اوك فبالتالي تتجنرات انرجي يعني بتعطينا طاقة اوك كيف مبدأها؟ انه هنا مثلا في عندك اسطوانة اوك هاي اسطوانة بتتحرك تتحرك هيك يعني خلينا نستخدم لون ثاني لانه هاي اسطوانة هيك تتحرك اوك بتحرك مثلا بهذا الاتجاه اوك هاذ الاتجاه هيك وهكذا يعني بتظلها تلف اوك التورك هو بساوي الفورس انت زي ما انت شايف هون الفورس بهذا الشكل في هذا الشكل الفورس ضرب نصف القطر سيعطينا ايش اسمه تورك اوك التورك شو بساوي الفورس شو بتساوي معلاته الفورس اللي معي راح تساوي التورك على نصف القطور سوف يتعرف عن طريق صحيح هذه المسافة هي المحاولية وعلى سابقه وفورس تقوم بطاقة ستقوم بطاقة من كيف تقوم بطاقة وفورس وفورس الذي نؤثر فيها مثلا تقوم بطاقة هذه المنطقة تحركت لكن ايه تحركت تحركت من هذه النقطة تحركت من هذه النقطة لاعبين ملفة لفة كاملة ما هو المسافة التي تحركتها؟ المحيط المحيط تحركت في هذه الحالة ستكون هي المحيط بالتالي يقول لك قانونه على التالي يبقى في هذه الحالة و نحن بنا نعرف مجرد إن المحيط يمكن أن تحرك ضرب عدد اللفات أو بإدارة ، الأن يمكن أن تحرك ضرب مرة ونصف لا ، فإن يستمتلك تدعم بالمحيط يجب أن تحرك ضرب مرة ونصف و تحتوي على التالي في هذه الحالة لماذا تعمله عنها فبالتالي ، وبالتالي ، هناك بال أبيض التورك مثلاً بالسؤال ويكون معديك مثلاً نصف القطر تتطلع له الأف ويكون معديك عدد اللفات سيتصار معك S وصار معك F بس تضرب هن ضرب عادي رح تروح مع الأف ويكون مع نصف القطر هسوف عندك 2 باي ضرب عدد اللفات والتورك يكون معديك بالسؤال وبالنهاية راح تلاع معك بالكيروجول اما اذا بدك انت باور اذا بدك باور ايش راح تروح تساوي هس عندك ورق حكينا انه الباور هو عبار عن ورق مقسم على الزمن او الريت اوف ورق فبالتالي انت بتروح تقسم على زمن فبتصير هاي اسمها ايش مولر مولر ريت ايه عفوا اسف انا فقط نسيت انها مش مولات التوباي ان دوت يعني قصده انه زي كنت كاتب تو باي ان تي على تايم اوكي يعني كم عدد هاي الان دوت معالتها كم عدد اللفات لكل زمن معين يعني مثلا انا قلتلك انه لفت لفت مثلا اربع تلاف لفة في الدقيقة مثلا قلتلك لفت اربع تلاف لفة زي مثل هذا السؤال بيقولك اربع تلاف لفة في الدقيقة معالتها راح يصير اسمها ان دوت يعني زي كنت انت قسمت اربع تلاف اوكي على ون منت اوكي هاي هي الان دوت اوكي تمام اوكي نكمل مثلا في عندك هذا الاكزامل بحكي لك يعني بدي الورك بدي الورك بدي الورك بدي الورك مقسمة على الزمن يعني بدي الورك بدي الورك لترخي المقسمة بوكي في الورك بدي الورك ومعطيك التورك هايها هاي معطيك هانا تي معك تي ومعك اندوت ايش السؤال بحكيلي ايش بده؟ بده الباور الباور شو قانونها وورك يعني هو نفسه بساوي اثنين ضرب باي ضرب اندوت ضرب تي معك تي ومعك ان تضرب بثنين ضرب باي بس بطلع معك قداش الباور اوكي وهي هو نفس نفس الحل يعني نفس السؤال اوكي هس راح نوصل ل ايش اسمه سبرينج وورك كلكم شفتوا اكيد الزنبركات اللي بتكون موجودة اوكي يعني وين مكان يعني هذا الزنبرك لما انت تأثر عليه بفورس تمام تأثر عليه بفورس معينة مثلا سواء هو نضغط او نشد انت بتأثر عليه بفورس حلو هاي الفورس مش غيرت من المسافة او كبر الزنبرك صح ولا لا يعني مثلا انت اثرت سحبته مثلا كنا هنا مثلا عند زيرو خلينا نعتبر انه المسافة كانت هنا زيرو سحبته سحبته بمقدار هيك سحبته بمقدار هاي الدستانس يعني معاناة الفورس ضرب الدستانس ستعطيك قداش البرك اللي هو موجود معك طبعا فبالتالي هو بحكي لك انه هو بحكي لك انه الفورس بتساوي الفورس اللي انا يعني بسويها بتساوي الكي كونستانت فيه له كونستانت يعني هذا السبرينج فيه له كونستانت اسمها سبرينج كونستانت ضرب ايش الاكس طبعا هاي اسمها الالاستيسيتي هاي اسمها الالاستيسيتي الالاستيسيتي اسمعاتها قديش يعني برضو رح يكون في عنا ايش اسمه يعني برضو هذا كونستانت يعني الالاستيسيتي فرلينيان الاستيسيك سبرينج ايش اسمعاتها ومعاته كي ضرب ايش رح تساوي الفورس هو بالعادي ممكن يعطيك مثلا ممكن يعطيك الكي ممكن يعطيك الكي حسا الفورس هنا بتساوي كي ضرب ايكس الكي معناه الكي اول ايش كونستانت يعني هو بكون معتك ايها بالسؤال والاكس اللي هي المسافة معادته الكونستانت ضرب المسافة رح يعطينا ايش الفورس ما يريدك؟ يريدك العملية للسبرينج بالتالي يريدك ضرب المسافة التي حركت فيها للسبرينج كيف سحبته؟ مثلا من هنا لأيض كم تكون هذه القيمة؟ X ستكون هذه القيمة التي تحركت فيها ستكون DX يعني DX هي التغير في المسافة فبالتالي ستكون F ضرب دي أكس هذا هو قانون الورك مزبوط بما أنه F هي بتساوي K ضرب X ما عدتها ستكون K X DX هذا هو رح يكون شو ما له؟ رح يكون الورك مزبوط ولا لا؟ طبعا أنت لما تروحت كامل لما تروحت كامل رح تطلع معك أنه K بما أنها constant رح تطلع بره التكامل رح يصير عندك X تربيع على 2 من مسافة X 1 لمسافة X 2 لمسافة X 2 بالتالي عندما تروحت كامل ستكون معك هذا الشكل الذي يوجد معنا أنه الورك تعري سبرينج يساوي لي نصف K لأنه نقسم على 2 النصف تطلع بره والK تطلع بره التكامل مصفى عندك بس عفوا هذا طبعا الأكس تربيع صارت بعد التكامل لا تقدر أن تمحي التكامل وتكتب يعني أنه X تربيع على 2 من X 1 إلى X 2 حسنا وتعوض قيمة X 1 وهو X 2 وتسأل عندك بهذا الشكل القانون حسنا هذا هو الورك تعلق سبرينج الموضوع ليس معقد سنرى سؤال ونرى كيف تطبيق تطبيق حسنا طبعا قبل أن نأخذ هذا الموضوع كنت أريد أن أتحدث عن ما اسمه باوندري 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 هل يعني الحدود تم التغيير فيها حركنا الحدود تعون شيء معين أجنز يعني الشغل تعتبر أو الشغل التي تتحرك أو تتغير من حدودها كيف يعني هناك إذاً ما اسمه كلنا خلقةُ المغلالة أوه من قولنا لكن بالأسلم لن تكون قرأت كلمة البيستون هو عبارة عن شغلة دائرية تمام شغلة دائرية في إلها زي خلينا أرسمها زي كنك تطلع عليها من الجنب يكون في إلها إشي طالع زي هيك وهنا مثلا يكون في عندك كونتينر يكون في عندك إيش انت هذا البيستون مثلا يكون في عندك غزات مثلا غزات يمكنك التحكم فيه مثلا تنزله بالتالي يزيد الضغط على الغازات الموجودة داخلها يعني أنك تسحبه بالتالي تكبر الفوليوم إذا نزلته مثلا هنا إيدك مسكت من هنا نزلته تزغر الفوليوم إذا رفعت البيستون سيكبر طبعا بالبيستون ان تجد التحكم يجب أن تجد التحكم ومسكت البيستون حسنا إذا كانت في عندك غزات وانت رحت مساكت البيستون وضغطته ما سيكون في البيستون نحن مثلا البيستون وصل إلى هنا مثلا ستلاحظ أن البيستون كان كبير صار صغير ما سنسمى هذا نسمى كومبريشن. الضغط. عندما تضغط البستون. عندما تضغط على الستر. اذا كان أصلا عندي البستون لهون و انا رفعته. ايش رح يصير. رح يصير في اشي اسمه اكسبانشن. طبعا الورك اللي هسا نحسبه لهذا البستون بكون بوزيتيف اذا صار عندي اكسبانشن. اذا صار عندي اكسبانشن الورك بيكون بوزيتيف. يعني اذا كبر الفوليوم بيكون عنا اشي اسمه expansion بيكون work positive اذا اذا زغر الفوليوم بيكون عندي اش و انا سراحة اشرح لك ليش لانه الwork الwork اصلا قانونه الwork بيساوي التكامل من نقطة واحد لنقطة اثنين اوك بي ضرب dv بالتالي هنا المتغير رح يكون عندك الفوليوم نفضل انه في عندك constant pressure بالتالي بي رح تطلع بره التكامل رح تصفي عندك dv هون لما تكمله رح تصفي عندك v هتصفي عندك v2 ناقص v1 هسه في حالة الكمبريشن في حالة الكمبريشن يعني انت ضغطت الفوليوم اثنين كان اصغر من الفوليوم واحد مظبوط معاناته عشان هيك بالكمبريشن شو ما له يعني معاناته انت ضرب v2 ناقص v1 رح يطلع معك شماله اقل من زيرو بلتالي اذا طلع معك اقل من زيرو وضربته بالبرشن رح تطلع معك ايش بالسلام اما اذا كان الفوليوم اثنين اكبر من فوليوم واحد معاناته ايصر عندك compression يعني كبر الفوليوم معاناته الفوليوم 2 رح يكون اكبر من فوليوم واحد بالتالي رح يكون شماله اكبر من زيرو اذا كان صغر من زيرو ال worker رح يطلع معك ايش مش اذا كان نجغور زيرو طبعا انت قلت تصليك ساعتين بتحكيلي انه الوارك بيساوي الفورس ضرب المسافة كيف هسا صار عندي بي ضرب دي في يعني اشرح لي مشان الله هسا باجي بقولك اوكي هسا انت امسك الوارك اكتب لي عف ضرب مثلا ديستانس خلينا نحكي دي بس انت برضو بتعرف انه الفورس 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 هو قصا عبار عن شو الفورس هو البرشار ضرب الاريا اذا انت ما بتعرفه اذا انت ما بتعرفه ضروري انك هستعرفه البرشار ضرب الاريا اللي انا معي رح تعطيني ايش الفورس بالتالي انا برح بعوض البرشار ضرب الاريا بدل هاي الفورس اللي بصف عندي السؤال القلون عفوا بصير بي اي ضرب ايش ضرب دي ضرب دي ضرب المسافة يعني باد بصير عندي ايش اسمه باد طب هاي الاريا مش ميتر تربيع مزبوط والدستانس شو ميتر بعد انت اضرب ايريا في دستانس اجرح سير عندك ميتر كيوب بالتالي بصف عندك شو بالتالي بصير القانون كالتالي بي 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 بالتالي القانون اللي انت لازم تحفظه و قانون وجید تحفظه سوف ننشوف كيف بصير البواد أسألة عن الموفينج باوندري الموفينج باوندري يا سيد العزيز انت عشان تحل أسألة على مثلا للبيستون انت بحاجة أن ترسم رسمه هاي الرسمه اسمه PV Diagram هاي الرسمه رح تكون كالتالي رح تكون زي هيك هانا أراح أرسم البي تاعي وها رح رح أرسم البي تاعي مثلا انا قلتلك انا قلتلك أنه والله أنا البستون كان عند درجة محطة معينة واختلفت هذه المحطة مثلا كان عند المحطة صار عند المحطة يعني كان عندي P1 صار في عندي P2 طيب V كانت مثلا كان عندي V1 صارت عندي V2 بالتالي رح يعطيك زي رسمة الرسمة تكون مثلا زي هيك ممكن تكون زي هيك وممكن تكون عدة أشكال رح نشوفها قدام يعني بس نفترض انها زي هيك مفترض انها زي هيك هسل رح تكون من بداية P1 لنهاية بتتكون مربوطة يعني يعني هيك رح ترسومها طلا روح اشبكهاي مع هاي وروح اشبكهاي مع هاي الخط رح يكون من هون لهون طيب هسل انت لازم تعرفه انك انت في هيك حالات لما يكون في عندك P1 وP2 وV1 وV2 ما بتقدر تروح تحسب ما بتقدر تروح تحسب الوورك الا عن طريق الرسمة كيف عن طريق الرسمة يعني شايف هذا الخط اللي طلع معك اللي ربط بين P1 V1 مع P2 V2 بدك تروح تاخذ بدك تروح تاخذ الاريا بتاعت المنطقة خين نرسمها بلون ثاني بدك تروح تاخذ الاريا بتاعت المنطقة اللي موجودة شو تحت الخط المستقيم اللي انت رسمته هاي هذ هو شايف الاريا اللي تحت الخط المستقيم هاي هي نفسها بتعطيني الوورك بتاع السيستم بالتالي احسا انت رح تجي تقولي طب انا شو بدي اعرفنا بتاقود اتحذر يعني انا بتصير اقول هذ الشكل كيف شكله او ايش قانونه بتاقود احلاله رح اقول لك لا ما في داعي ليش لانك انت بكل بساطة تقدر انك تروح شايف هذا الشكل الشي اسمه اللي مش مرثوم منه اشي او يعني لا هو مستطيل ولا هو كذا ولا هو مثلث ولا هو كذا الانه هاي اسهل الانواع اللي احنا بنتعامل معها مثلا المربع المثلث المستطيل اوكي هذو اللي انا بروح بحسب لك الاريا بس انا اعطيك اشكال ثاني وانت تروح تعرف الاريا تعتها لا ما في داعي فانت من هاذ الشكل اللي انت شايفه معك اللي احنا قبل شوي لولنا بدك تروح تعمل لخط زي هك هسا انا ضحكت على الرسمة وحولتها للرسمتين بدل ما تكون عندي شبه منحرف اوكي صارت عندي مثلف اوكي وايش مستطيل بالتالي انت رح تروح تأخذ الاريا رح تروح تأخذ الاريا هاي اول اشي تعطي المثلف اوكي تحسبها كيف بدي احسبها نصف القاعدة وين القاعدة اللي هي V2 minus V1 نصف يعني نصف V2 minus V1 اوكي ضرب الارتفاع قداش ارتفاعها P2 نقص P1 خلص هيا كنت هك طلعت شو الاريا هاي اوكي تعال نروح لحسب الاريا الثانية اللي هي المستطيل شو المستطيل قانونه اوكي طبعا هاي على هاي الاريا طيب هاي الاريا شو بدي يكون قانونها شو اسمه القاعدة ضرب الارتفاع طب القاعدة شو هي اللي هي V2 minus V1 الارتفاع شو هو اللي هو P1 ضرب P1 هاي كنت طلعت شو كمان طلعت هاي هاي زائد هاي اوكي هاي هاي هاذا القانون زائد هاذا القانون ها يعطيك الوارك التوتال تأسيستم عندك اوكي هاي هيك بتمنى انكم لحد هسين انتم فاهمين تمام واللي عنده سؤال عادي يجي سألني انا ما عندي اي مشكلة اني اجابه فبنرجع للسؤال النطيف اللي هنا او انه منرجع له فيديو ثاني عشان انا ما بدي اطول عليكم تمام بتمنى انكم تكونوا فهمتوا لهان المرة الجاية ان شاء الله بارت ثري احنا شرح اكزامبل 5 اعطيكم العافية